موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وعالم اصل التقنية نرد ان شاء الله معنا شوية موضوعات منوعة بناء على كتر الاسئلة اللي بتجيلي على الخاص بالنسبة لمواقع او جروبات هنبتديها معاكم مع وولف السريد اللي هو خاص ببوشي الموقع طبعا نحن عارفين انه توقف من فترة عشان حاصلت عنده ازمة في محفظة والراجل يبتدي انه يرجع الفلوس طبعا انا في ناس يعني لسه من فترة ما فيش امبرحة اول امبرحة يقولوا ليه محدش بيتكلم على بوشي للأسف هو مش موضوع ليه محدش بيتكلم على بوشي هو بوشي يرجع اغلب الفلوس لكل الناس تقريبا يعني ماذا في بعض الناس بتقول انه لسه ما وصل لها رأس ما لها طيب اه ابتدينا الناس اللي يعطل لجرام انا وغيري ان احنا ناخد طلبات الناس واني بتاع البوشي بقت زي واجب علينا اللي هو تبص بعد ما تبعت الطلب هو انت فين ما بعت ليش ليه هو انت ما بتردش عليه هو ليه خصم كذا هو ليه اعمل كذا بيحسبك كأنك انت يعني انت بتوصل للحاجة انك انت ملزم انك انت اللي تجيب له فلوسه وانت الملزم انك انت ترد عليه وانت اللي ملزم تقول له سبب الخصم ايه وانت الملزم انك تعمل كل حاجة في الحياة انت الدادة بتاعته انت انت اللي اكلت الجبنة لازم طبعا ما اخدت منه عشان بيساعده لازم تعمل كل حاجة طبعا الموضوع بقى اللي هو انا بوصل المعلومات لبوشي فبوشي بياخد بيرد بيراجع هو حسابك بقى بيقوم باعتلك الفلوس ممكن في ناس كتير كان بتوصل لها الفلوس وكانتش بتبقى عارفة ولك اصلا انا ما اخدتش بالي ان الفلوس وصلتني فكلا بتبقى فيه حاجات من ظريفة اللي هو يعني ايه هدك وتعب على الفاضي فمع يعني مش هنقول الرزالة مع يعني ان الناس عشان بزيادة شوية فابتلت ان تبقى فيه مشاكل انه والناس بتحاسب نانا انه اللي بوشي مبعتش لزغط دلوقتي انا كنت بعمل الموضوع ده خدمة فمعنش رحت طلعت نفس برا الموضوع مش انا الواحدة انا وناس كتير طلعنا نفس انا برا الموضوع انت عايز لك حق ادي اليوزر بتاع صاحب الموقع اما شرطا انت عامل معاه رد عليك بقى مردش اه في مشكلة هو انت يعني دي خلاص منك من صاحب الموقع حكات انه يبقى فيه حد وسيط هو ياخد البيانات ويديها لصاحب الموقع دي لا خلاص اتشالت ليه عشان خطر الناس بترك بقى اللي هو لا ارد لا مردش لا انت تأخرت علي يومين لا انت مقلت ليش لا هو ليه لان انا اصلا بوشي انا باخد ال data وكنت ببعتها له بس هو بقى يدفع هو بقى بيراجع هو بقى بيراجع ده يستحق ما يستحقش يدفع ما هو لا عند وقت يرد عليه ولا وانا عند وقت اتابع الحاجات دي انا مجرد ان كنت باخد البيانات اوصلها لبوشي بس فالوضع بعد كده زي ما قلنا بقى ممل يعني كنت لطباط الناس اللي هو ليه ومش ليه وبتاع لا انا لما يوم ما حد بيكلمني ادي والله اليوزر بتاع بوشي مباشرة وحددك خش بتتعامل معاه وقوله انت خصنت مني ايه وليه وفيه وفهم انه كل امنياتك في الحياة اللي عايز تفهمها افهمها من بوشي منك اللي ما فيش اي مشاكل فقول في السنيد عشان ما حدش يقول انتم ما بتتكلموش وبوشي بوشي اسدد اغلب الناس لو في ناس لسه ملقاش انها خدت فلوسها هنحط اليوزر بتاع بوشي تحت في صندوق الوصف بتاع الفيديو تقدر حداتك تتوصل معه مباشرة عشان خاطر تشوف الدنيا فيها ايه ده بالنسبة لغولف ستريد طيب بعد كده انفيزيت موني والاستاذ محمد الاغا طبعا الاستاذ محمد الاغا كان فيه جروب معمول متضررين الاغا الجروب معمول على اساس ان فيه دلوقتي الناس مش عارفة الدنيا فيها ايه ايه المشاكل اه ليه الاغا متأخر في الدفاعات وما الى ذلك طبعا عملنا محاولة انه هو يطلع يكلم الناس وطلع يكلم الناس واتكلم معهم ما وصلوش لحل ما وصلوش الكلام قطع غير انه هو الراجل بيقول ان هو ادفع ودون اسبوعين هيكون الدنيا تمام وهيكون بتالت يبقى فيه صحبات وما الى ذلك في بعض الناس مش عجبها الكلام ده فيه ناس عجبها الكلام ده ولكن حتى الان الموقف كالتالي لما حد بيطلع يدي مهلة المهلة دي مرة اثنين خلاص الناس دلوقتي يعني ممكن كانت الناس ممكن ايام توقعي كانت ممكن تقعد بالشهرين المستنية عشان خاطر ان فيه مشاكل للاسف دلوقتي فيه ناس بتقول ان هي ما خدتش اي فلوس يعني دفعت فيه رأس مالها ما خدتش منه اي حاجة وفيه ناس رجع ديها رأس مالها يعني فيه فلما بنيجي نتكلم عشان مثلا نقول رأي فتلاقي فيه ناس معك وناس ضدك وناس يعني كل واحد واخد جنب انت كلامك يعني اول ما اتكلمت كنت في الجروب بقول انه هو يرجع رأس المال للناس ويصف المشروع وفيه ناس رعتقت لك لأ احنا كده يبقى احنا ايه لما يصف المشروع بقى احنا ملناش حاجة طلقنا من الموت بالحمص ملناش دعو بالكلام فلاقيت ان فيه لغات كتير كل واحد عايز يمشي الدنيا بمزاجه كل واحد عايز يمشي الدنيا على اساس مصلحته وبنان عليه انا ما عنديش استعداد ان حد يغلط فيه او يشتمنى ده هو تبع فلان يعني حتى ما باجه دلوقتي اقول رأي يقول لك لا ده هو تبع محمد الاغو وعمل المصلحته لا انا مش تبع حد انتو عندكم مشاكل حلوها بس مفيش اسهل من كده يعني يشيل ده من ده يرتح ده عنده انا لما بخش باتكلم في حاجة باتكلم على اساس اللي شايفه اللي هيرايح المستسمي لما يجي حد بقى يشتينه يقول لا سك انت بتعمل انت بيسوي انت مش عارف ايه خلاص انت انت شايفني وحش انا الشرير انا انا السحلة العجوز اللي في القصة اللي بتخطف العيال خلاص يا سيدي انت الرجل الطيب الملك اللي بجناحات يعني صاحب الفضيلة والرأي اللي همام خش حضرتك اتكلم باسم الناس وانت تعامل مع الناس يبقى انت اللي في الوش طالما انت شايف ان رأي احمد علي غلاص انت المفروض ان رأيك انت الصح انك انت تخش وفي ناس عقلانية كتير حالة انها تخش ولكن للاسف ما تمش اي حاجة فايه الوضع الوضع دلوقتي يبقى الحل على ما هو عليه يعني لا الناس خادت فلوسها كلها ولا الاغاء طلع مسلا قال انه خلاص احنا قربنا ندفع او في اي بيانات وانا ما فيش تواصل بينه وبين الاغاء حاليا فايه الوضع محمد الاغاء الوضع ايه والله دي بقى المستثمرين انتو عاملين جروبات انتو شوفوا حاولوا تتواصل مع الاغاء بطرائدكم وانكم تحلوا حل نهاية لهذا الموضوع يقول كل الناس متفق عليه مع ان انا مش شايف ان الجمال حلول طرحت حد متفق عليه يعني زي ما قلتلكو كل واحد يبصل مصلحته هو يعني اللي خد رأس ماله يقولك لا يا عم انا ما ينفعش ان انا اصف المشهود دلوقتي هطلع من المولة بلاحمس ده بخدت رأس ماله انا كنت بحط فلوس مش عارفين الناس اللي هي مخدتش ولا مرة مخدتش ولا سحبة حتى رأس مالها يعني في ناس حتى فلوس بتقول لا انا مخدتش حتى سنت الناس دي المفوت تسحب لا سحبت ولا خدت فلوس ولا خدت رأس مالها وضعها ايه كل الحاجات دي وصلت احنا دلوقتي وصلنا الحاجات زي بقولوا ايه الازمة الكبرى الازمة الكبرى اللي هو يعني كل ما الموضوع بيطول كل ما بتبقى يعني ايه خلاص زي ما قلتلكو قبل كده فيه وقت تعرف تحل الموضوع بيدك وفيه بعد كده ما فيش حل بالايد هتبطر العقد من كترة انت لا عرف تحل بيدك ولا باسنانك فالوضع دلوقتي ما بين المستثمرين وما بين الاستاذ محمال الاغاء والله يشوف الوضع اللي رايحكم ايه خدوا قرار او اتفاقية واتفقوا معاو وتواصلوا معاو والاحنا والله عايزين فلوسنا بالطريقة الفلانية وهي طريقة يكون يقدر هو يدفع بيها بالنسبة لكم الفلوس او شوفوا انتو الحل اللي رايحكم لكن انا لما باجي اتكلم انا خلاص يعني خدت مع كل الناس بقت متفرج ليه لما باجي اتكلم اصدها تابعه اصدها مش عارف ايه الناس اللي هي بتشكل والناس اللي بتشتم والناس اللي بتعمل يا عمي خلاص انت طالما فيك لسان خلاص انت يعني انت حامل حما وهتاخد فلوس الناس هاته انت انا انا اوجع دماغي ليه يعني واحد واحد هيشيل الشيلة انا اوجع دماغ ليه خلاص شيلها حضرتك المشكلة انت زي ما قلت لكم ولكن حتى محاولات الناس فيه مش كل الناس متفعة على رأيه واحد فامتى الموضوع هيتحل ده في علم الغيب وهدينا في انتظار نشوف النتيجة ايه عندك بعد كده او فليديوس اه ناس تواصلت معي بقولك انه راح في دبي وشاف المكان ولا يمكن اصورك من جواه المكتب والكلام ده كله انا اه 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 احتمه جدا وطالما فيه ليهم مكتب في دبي بعد ازد الناس اللي بتقولي ليهم مكتب في دبي انا مش عايز اشوف تصور مش عايز اشوف مكتب مش عايز اشوف اي حاجة انا محتاج الترخيص الرسمي بتاع شركة فيلديوس اه او فيلد اس اعيز اعرف ترخيصهم ايه يعني هم في دبي مرخصين تحت ايه هل هم شركة معلومات هل هم اه تداول هل هم اه بيدوا كورسات هل هم ليه عندنا اه يعني قبل كده قلنا كروبتو فيوتشا كروبتو فيوتشا لما طلعت واتعمل لها ترخيص قلنا الترخيص بتاعها وحظرنا يجد عنده ترخيص بتاعها شركة معلومات شركة داتا ملاش دعوة بشغل انه يعمل اه شغل مثلا تداول ولا اي حاجة من حاجات اللي كان شغال فيها ولا انه كان بيقولك انا هعمل عملة رقمية كل الكلام ده كلام كان فاتش ترخيصك ايه فالناس اللي بتقول لي احنا في دبي عارفين مكان الشركة بعد اذنكم بيبقى انكم في دبي عايزين نشوف بس الترخيص بتاع الشركة موجود ايه تاني محتاجين شركة فيلد اس نشوف الترخيص بتاعها اللي مصدر لها في دبي او مصدر لها في دبي هي شغالة تحت قطاع ايه انا مش عايز نشوف مكتب ولا عايز يشوف عنوان الشركة ولا الكلام ده كله طالما انتو الناس شافته انا مصد انا يعني ما بكدبكمش انا مصدقكم لكن انا عايز اللي ما شوفناهوش عايز الترخيص عشان اتاكد ان الشركة دي هتستمر فعلا ولا هتعمل زي كي بيبتو فيوتش هتاخد لها شوية لما فلوس وتقول لكم السلام عليكم وبعد كنا تقوم كاتم السوق فبعد اذنكم محتاجين ترخيص في دبي عشان نقدر نحدد مستقبلها ومعنا شركة ايه ايه ماركتنج حتى الان بعد يعني الوقت ده كله والمشاكل واللي هو الليدر وبيطلع يتكلم وقول لأ هينزلك ربحك لأ مش هينزلك ربحك لأ ادفع لسه فيه ناس بتسألني على ايه ماركتنج ايه رائق فيها والله يعني مش عارف اقول ايه بس ايه ماركتنج يعني مشاكلها كترت وكل ما بتتحل بتظهر بعد فترة مشكلة تحديد السيستم بيوقف مش عارفيه فهي مش مستمرة فالناس انا انصح بيها يعني انت ايه اه ممكن لو حصل انها استقرت فيما بعد وفضلت ماشا وكل الناس قالت تمام يبقى خلاص تمام لكن انت ما تقولش تطلع تقول حضرتك الشركة تمام وهتستقر وكل الناس هتاخد فلوسها وبعدها ما فيش شهر او ما فيش اسبوان ابوصل ايه استحديد السيستم السيستم واقع بيعمله مش عارف ايه لا اصل الفلوس هترجع امتى الفلوس هترجع ازاي اللي هو عملين يجبون راحين جايين كل شوية بكلام وكل شوية بموقف وكل شوية بحاجة وفي الاخر الناس مش يعني مش مستقرة في الشغل انا عشان استقر في الشغل مع شركة لازم يكون قدامي رؤية واضحة شايف الطريق قدامي راح فينه وجاي منيه فلما تستقر ايه ايه ماركتنج في الدفعات الناس كلها مايبقاش في اخر واحد يقولك انا اخدت فلوس ليا في ايه ماركتنج بساعتها ان نقدر نقول ان الشركة كده مرحبا بالعودة وتقدروا انكم تخشوا فيها لكن طول ما هي فيها مشاكل انا لا انصح اي حد ان يحط فيها ولا حتى دولار كويكس شركة كويكس في ناس بتقولي يا سيد احمد ايه رأيك في شركة كويكس والله انا شركة كويكس للأسف دورتل على ترخيص ما لقيت لاش ترخيص شركة كويكس دورتل على ترخيص ما لقيت لاش ترخيص طب هل الترخيص مهم هو مش مهم ومهم في نفس الوقت يعني ايه لما شوف الترخيص اعرف الشركة دي قوة بترقب ازاي منصتها قوتها ايه الشغل بتاعها ماشي ازاي فشركة كويكس برضو زي ما طلبنا برضو ان احنا عايزين نشوف الترخيص بتاعها في دبي شركة كويكس محتاجين نشوف ترخيصها هي مترخصة تحت بند ايه ترخيصها موجود فين انا دورت ملت لاش ترخيص ممكن اكون انا ما دورتش كويس ولكن شركة كويكس محتاجة ان احنا نشوف الترخيص بتاعها عشان نقدر نقيم الوضع بتاعها هل شركة كويكس مضمونة مفيش حاجة اسمها مضمونة يعني انا جاعتنا نقول اي شركة وبيبقى شركات ولا ترخيص وموجودة في السوق لها سنين طويلة ولكن بتفشل حتى شركات او منصات اتداول حاجات كانت اه اه اني اوبشن كان في كذا شركة شيري تريد وفيه كان كان فيه شركات كتير جدا وقفلت يعني مفيش حاجة مضمونة مفيش حاجة مضمونة بس منصات التداول دي قبل ما تقفل كان صفت الحسابات يعني كان اي حد ليه فلوس في الشركة قدر يسحبها فهي وضع انت شركة كويكس ترخيص ايه شغلة ازاي مفيش بيانات كاملة يعني هي يقول لك تريد اه تداول واستثمر في نفس الوقت انا عايز ترخيصها كمنصة التداول فين فين الترخيص بتاعها مش لقيله مش لقيلها ترخيص ودي حاجة بتقلق فكويكس هاليا احط فيها مخطش والله لما نشوف الترخيص بتاعها اقدر اقول لك الدنيا فيها ايه يبقى كده احنا متعلقين مع وكويكس كويكس بلاش منها لو انت عايز منصة التداول فيه منصات تداول كتير لو انت محتاج اه شركة استثمارية تحط فيها فلوسك بلاش انك زي ما قلنا انك انت تتخط في اي شركة دلوقتي خطت استثمارية لانها في الاخر بطوعة ولكم شركات كتير جدا كانت شغالة وكان الناس كويات بيقولك مستحيل طوعة وقت شركات كتير جدا بريطانية واش اه منصات تكلمنا عليها قبل كده قلنا انها مش هتستمر لان البيزنس موديل بتاعها كان ضعيف وفعلا ما استمرتش كلها وعد فخلي بالكم من فلوسكم اتمنى تكونوا استفادتم و اي استفساد تحت امالكم اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته